التحكيم رأيك كيف؟ وخصوصاً أن المنتخب كان مضغوط في الوقت ده رأيك كيف التحكيم النهاردة؟ التحكيم الحقيقة يعني ما عجبنيش طبعاً يعني ما عجبنيش يعني أنا بصي ببص كويس قوي بشكل محايد لأداء الحكم لكن مش معقول أبداً العيبنا عندنا ياخد كوع والحكم يبقى شايف الكوع ده والضربة دي تسهق الطرد مش معقول أي لمسة تبقى صفارة علينا وأي لمسة من منتخب المغرب بتعدي يعني حسيت كده أنه مش عارف يعني مش عايزة أتهم اتهم واضح للحكم إنما أداءه بشكل عام يعني إذا كنت حقيمه لا هو يعني أقل من المستوى المباراة يعني رغم أننا كانت شايف أنه فيه إشادات في القنوات اللي نقلت اللقاء أنا شفت كده برضه تحكيم طيب أنا شايف أنه أخطأ كتير يعني بالظبط إحنا كنا كلنا سمعين تحكيم طيب تحكيم جاي تحكيم محايد وزي ما حضرتك قلت إحنا كنا بناخد علقة يعني أنا كنت حاسة إن إحنا بنلعب كرة بس بناخد علقة صلاح كان بيتضرب ضرب وبعدين الولاد كانوا بيتضربوا بعد الكرة يعني هو يعني هو بيتضربوا والحكم يعني يخلص الكرة والافتحام ويروح مق ضربه كوع بقى رجل بقى على وشه ضرب يعني كانت مشاهدة غريبة جدا الحقيقة عنف غير مبارا طبعا لا وفيه فاولات فيه فاولات بتتحسب علينا يعني فيها مبلغة من الحكم يعني يعني الحقيقة يعني بيبقى فيه التحام والتحام طبيعي فالحكم بيحسبها فاول على المنتخب وبعدين ده جي في وقت كمان الفاولات كتلت على المنطقة بتاعتنا ودي كانت تهديد حقيقي للفريق يعني للمنتخب يعني لأن فيه الفاولات دي ريبة من المنطقة عال 18 دي طبعا بتبقى حاجة يعني بتشكل خطورة يعني أنا حسيت إنه يعني ما كانش فير قوي يعني الحقيقة يعني اشتركوا في القناة